حدث أعاذ مقتدى الصدر من خلاله مشهد الجموع الغفيرة في النجف والذي لا يتكرر في حسابات الأرقام حيث جماهير أنصار التيار الصدري التي تحركت لنداء الصدر بدعوة أحياء ذكرى استشهاد والده إلا أنها حملت بحسب مصادر رسائل سياسية مباشرة مصادر مقربة من الحنانة تكشف بدء زعيم التيار الصدري بتمهيد الطريق للعودة إلى المشهد السياسي بعد عامين من العزلة إثر إعلان انسحاب الكتلة الصدرية صاحبة الأكثر عددا في البرلمان أنذاك إذن تتجه الأنظار إلى انتخابات 2025 والتي من المرجح أن يكون للصدر معادلته المختلفة في تغيير حسابات المنافسين سيما أنه كرر جملته المعهودة لا شرقية ولا غربية في إشارة إلى إيران والغرب التيار الذي تربطه علاقات متينة بكثير من القوى والكتل يرى خبراء أنه من الممكن أن يسعى للتحالف مع بعض القوى الإطارية للدخول بمعترك العملية السياسية بقوة ونفوذ واسعة سيما بعد أن ألمح بتشكيل التيار الوطني الشيعي قبل أسابيع نواب عن التيار الصدري أكدوا أن هذه المرة لدى التيار تصميم نقوى من ذي قبل على الفوز بأكبر عدد من المقاعد لتشكيل حكومة الأغلبية الجماهير التي حضرت خطبة الصدر وتداوله العراقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي وحضية باهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية يعكس بحسب خبراء نفوذ التيار الصدري من حيث القاعدة الشعبية الواسعة وتؤكد أن غياب التيار لم يؤثر بقوته وزعيمه معادلة متوقعة جدا يقرأها الساسة والنشطاء بصفحة جديدة من صفحات المعدلة السياسية العراقية والتي يجب أن تكون لها حساباتها التي تضمن عملية البناء مع وجود مكونات العراق كافة في أي برلمان مقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر